السلام عليكم أعزائي طلبة وطلبات دبلوم المدارسة الثانوية التجارية والفندقية معنا النهاردة مع حلقة جديدة وهنستكمل فيها الجزء اللي احنا بدأناه وهو الخاص ببرنامج الفوتوشوب المرة اللي فاتت أو في حلقتنا اللي فاتت بدأنا عرفنا ايه هو برنامج الفوتوشوب بيستخدم في ايه ونفتكر مع بعض احنا قلنا ان برنامج الفوتوشوب ده باستخدمه لو انا عايز اعمل تعديل للصور او عايز اعمل عايز اعمل لمسات فنية على تصميم معين عايز اصمم بوستات دعائية عايز اعمل اعلانات للطرق او الاعلانات الخاصة بالشركات او حتى لو انا عندي مشروع او انا عايز اعمل حاجة ليا وحدي شخصية اقدر اعمل بيها تصميمات كروت شخصية واقدر اعمل بيها اغلفة الكتب والمجلات واقدر اعمل بيها اللجوهات واقدر اعمل بيها حاجات كتير جدا زي ما قلنا المرة اللي فاتت طيب هنستكمل حلقتنا النهاردة ونشوف هندرس ايه النهاردة بإذن الله مع بعض زي ما قولنا استخدامات الفوتشوب كتيرة جدا منها ان احنا قولنا ان احنا بننشئ بيها تصميمات ولوحات فنية متميزة وقدر كمان اعمل بيها زي ما قولنا الشعارات او اللجوهات والعلامات التجارية بتاع الشركات الكبيرة جدا او حتى لو علامة تجارية شخصية او اقدر اعمل بيها الاعلانات وقدر بيها اصمم وجهات مواقع الانترنت وقدر برضو اعمل بيها الصور اللازمة اللي هستخدمها في برامج الفيديو والرسوم المتحركة وايضا اقدر اصمم بيها الاعلانات كبيرة الحجم اللي بنشوفها على الطرق واحنا ماشيين وبرضو اقدر اصمم بيها البوسترات الدعائية زي تصميمات السوشيال ميديا اللي احنا بنشوفها على مواقع التواصل واقدر اعمل تصحيح للصور وازبط الالوان لو عندي درجة لون ميلة شوية للون معين اقدر اصحها واقدر افتح الالوان واغمقها واعمل تعديل للالوان واقدر الون الصور القديمة اللي هي ابيض ويسود برضو واقدر اعمل اصلاح لأي عيب في الصورة عن طريق البرنامج الفيديو وبرضو اقدر اعمل اي لمسة جمالية او تصميمات عايز اعملها واقدر اعدل على اي نوع من الملفات زي ما قلنا انواع الملفات كتيرة ملفات الصور زي ملف اللي هو امتداده جي بي جي او بي ان جي او غيره واقدر اجمع اكتر من صورة في صورة واحدة دي كانت استخدامات برنامج الفوتوشوب طيب تعالوا نشوف بعد كده هناخد ايه هناخد حاجة اسمها الطبقات ليارز طيب الطبقات ليارز دي عبارة عن ايه احنا اخذنا فكرة سريعة عنها مرة اللي فاتت قلنا ان الطبقات عبارة انا بعمل التصميم بتاعي اللي موجود على البرنامج بابدأ بالصورة اللي هي الاساسية اللي هي الخلفية اعطت عليها تصميم جيت وليكن حطيت ضفت صورة تاني على التصميم بيجي في لير او طبقة تاني واقدر اجيب تصميم تاني بيجي برضو عندي في وليكن لو كتبت نص بيجي في لير تاني كتبت ضفت اي شكل من الاشكال بيجي في لير مختلف طيب الطبقات دي انا بعملها ليه بعمل كل طبقة لوحديها عشان لو حبيت اجي اعمل اي تأثير على اي طبقة معينة ما تأثرش في التصميم ككل تأثرلي على تصميم معين طيب يبقى كده تعريف الطبقات ليرز هي ترتيب التصميم والعمل على كل طبقة بدون تأثير على الاخرى من حيث الحسف او الاضافة او التعديل او اضافة تأثيرات طيب وقلنا ان الطبقة بتتكون من انشاء طبقة جديدة او اضافة صورة او نص نص بيضفها لي على طبقة ضفت صورة بيضفها لي على طبقة جديدة وهكذا كل ما اضيف اي تأثير بيضفها لي في طبقة الوحدة عشان اقدر اعمل عليها التأثير اللي انا عايزه على حدة طيب دي كانت الطبقات تعالوا نشوف الاوامر المستخدمة مع الطبقات ايه الاوامر اللي انا بستخدمها وانا اشغالها على الليرز او الطبقات اهو عندي دي الجزء الخاص اللوحة اللي هي خاصة بالليارز او الطبقات أعدي طبقة واحدة اللي فيها الـ background أو الخلفية قدامي اللي فيها الصورة دي أقدر أعدل فيها وغير فيها زي ما أنا عايز وأضيف layer زي ما إحنا قلنا والجزء الخاص اللي تحت ده ده لو عايز أضيف أعمل create new layer أنشئ layer جديدة أو طبقة جديدة أهو ومجرد أن أغطى عليه أنشأ لي طبقة جديدة عايز أعدل فيها وأكذا بنفس الطريقة أقدر أضيف طيب رمز العين هنا معناه الرؤية كده الرؤية ظهر عندي على layer طيب العين موجودة يبقى الرؤية ظهرة على layer دي طيب لو شلت بتختفي الرؤية طيب عايز أحزف الطبقة دي بقف عليها كده أضغط click شمال وأضغط على الأداة السلة هنا delete layer بدي تحزف معايا وأقول له yes وأقدر برضو أضيف وعدل بنفس الطريقة لو عايز أضيف برضو مجموعات بقدر أضيفها من create a new layer أو أضيف control in أهو أعملت duplicate لل layer وأقدر أحزفها برضو عادي زي ما احنا قلنا وأقول له yes ومن هنا بضغط لو عايز أعمل new group أو مجموعة جديدة وليكن أنا عندي اللير دي عايز أضيفهم في اهو ضفت layer in تاني على layer الأساسي بحددهم بضغط control وميلكي بورد وبضغط click شمال وأحددتهم وضفت الجروب الجديد وبعد كده أقدر أعدل فيهم زي ما أنا عايز أهو بحددهم وليكن أحددتهم كده وضفتهم شلتهم سحبتهم على الجروب اللي أنا عايزه وبعد كده أقدر أعمل new adjustment layer وأقدر أضيف من هنا أعدل في الألوان وأعمل التعديلات اللي أنا عايزها كلها من هنا وأقدر أجيب black and white وأقدر أجيب color balance وأقدر أعدل في أي تعديلات موجودة قدامي color balance ده مربوط بال layer اللي تحت طيب أقدر أخف درجة أي لون عندي زي ما أنا عايز أهو للأحمر أو للسين زي ما أنا عايز أزبط أهو نحية الأزرق أو نحية الأصفر وأقدر أغير في التون أخلي shadows أو highlights أقدر أخف منها أو أزودها زي ما أنا عايز وأقدر كمان أحزف layer زي ما إحنا قلنا بحددها وأضغطها على layer طيب لو عايز أضيف mask add vector mask من هنا أو عايز أضيف جزء خاص بالتأثيرات على الطبقة أو layer بختر click يمين وضغط blending هنا أهو بيفتح لي tab web layer style وأقدر أغير منه جزء اللي أنا عايزه ده الجزء الخاص بالطبقات وهنا الأوباسيتي الشفافية درجة الشفافية عايز أظهرها قد إيه عندي الطبقة هي بضغط عليها عايز أشير رمز القفل عشان أتحكم فيها أكتر بضغط عليها double click شمال بالموس وبعد كده بحدد وأضغط ok دلوقتي اتشير رمز القفل أقدر أعدل في أي حاجة عايز أعملها عايز أخفف من الأوباسيتي أو الشفافية بتاع الخلفية أو الصورة أسحب للنسبة اللي أنا عايزها أقلل أو أزود درجة الشفافية وهنا برضو الفل أو التعبئة أقللها أو أزودها وبرضو أقدر أتحكم زي ما احنا عارفين كل حاجة عن طريق اللوحة الخاصة باللير وهنا دي أداة الموف زي ما احنا قلناها مرة اللي فاتت واختصارها أحفل فيم الكيبورد لما بضغط عليها أقدر أسحب اللير وأتحكم فيها زي ما أنا عايز زي ما انت شايفين بالموس أو لو عايز أتحكم زي ما قلنا اختصارها فيم الكيبورد أو بالموس أختار أداة الموف طول والقايمة الخاصة باللير من فوق بضغط لير بيفتح لي القايمة بقول له نيو ولو ضغط لير أو كاترل وشفت وحرف الان بيعملي لير يديدة طيب لير فيا كوبي اللي هي كونترول أو جي كونترول زي جيمي الكيبورد بيعملي نسخة من الطبقة عايز أعمل لها دابلي كيد تكرار من هنا عايز أحسفها من هنا عايز أعمل لها عادة تسمية من هنا رينيم عايز أعمل نمط خاص أو تعديل خاص بالليرات أو الستيلات من هنا وعايز أعمل تعبئة لللير برضو من هنا عايز أضيف أي أدجسمنت لير من هنا أفتح أغام أعدل فيه درجة التباين أعدل فيه درجة تشبع اللون وهكذا أقدر كمان أعمل هنا أعمل جروب لللير زي ما قولنا من الطبقات من بره أو اختصارها كاترل زي حرف جي وأقدر كمان أعملها أنجروب أفك الجروب مجموعة وأعمل لها هايد برضو من هنا هو رينج ترتيب أرتب الطبقات وأقدر أدمج الطبقات كاترل و إي لو عايز أدمج الطبقات كلها شفت كاترل و إي بيدمجها لي مع بعض ده الجزء الخاص أو الأوامر المستخدمة مع الطبقات تعالوا نشوف الجزء اللي بعده لو عايز أمسح جزء من النص قدامي وليكن هبدأ أعمل ديزاين جديد من فايل هفتح تصميم فايل و اوبن و اختصاره كنترول و اوم الكيبورد و اخليكن اخترت التصميم ده عايز أمسح جزء من الصورة اللي موجودة معايا بالأداء اللي هي المحاق أو الأستيكة أهو بضغط عليها و اختصارها اليم الكيبورد طيب بيمسح معايا الجزء ده و يخليه اللون الأبيض ليه؟ لأن هنا اللون اللي موجود تحت عندي الأبيض اللي أنا مختاره عايز أغير في حجم الفرشة بضغط كليك يمين و زي ما احنا شوفنا و يختار الحجم او من فوق هنا اختار حجم الفرشة اصغر و اقلل والهاردنس الحدة بتاعة الفرشة او الأستيكة اللي همسح بيها زي ما انت شايفين طيب لو جيت شلت رمز القفل من هنا زي ما قلنا بضغط دابل كليك شمال على اللير و اضغط اوكي اهو بيمسح بقى معايا هنا لو خدنا بالنا بيمسح بيخلي الجزء شبيض بيخليه شفاف خالص يعني الجزء ده مش موجود في التصميم طيب تعالوا نجرب الأدات تانية بضغط كليك شمال كليك يمين عليها بختار الأدات تانية وتعالوا نشوف اهو اللي هي البيجراوند بيمسح لي بس عايزة تركيز شوية لو جيت هنا انا خليت نص الاستيكة جوة الهارم اهو النص تاني برا وبامسح بيه الجزء الخاص بيفرغ لي دي طريقة من الطرق البسيطة جدا وسهلة ان انا افرغ بيها اي تصميم اقدر اكبر الحجم زي ما قلنا من هنا اهو اصغره اهو طيب الاداة اللي بعديها التالتة ماجيك ريزر تول اللي هي خاصة بالممحاء السحرية او الاستيكة السحرية اهو بضغط عليها بيمسح لي بيقرأ الدرجات اللونية اللي قريبها من بعض او اللي شبه بعض وبيمسحها طيب ممكن ازود التوليرانس او الدرجة اللي هي التعارف على اللون او حد اهو مسح لي الجزء طيب هنا ارى الجزء ده غلط ومسحه معي طيب نرجع كنترول وزد وهقلل شوية التوليرانس هخليه وليكن خمسة واربعين برضو مسح اهفضل اجرب لغاية ما يتزبط معايا وليكن هخليه اربعين مسح برضو جزء هرجع كنترول وزد ونخليه مثلا تلاتين وهكذا لغاية ما يتزبط معايا هنمسح الجزء ده اهو ولو بعد كده اي حاجة معرفش ازبطها اقدر امسحها بالاداة اللي هي الاولينية الاستيكة العادية اهو بامسح الزيادات دي طريقة بسيطة جدا وبدائية زي ما احنا عارفين بس بعد كده في طرق تاني يعني اكتر تقدم شوية مع الدروس بتاعتنا بازن الله هنعرفها برضو باداة البنتول بس احنا لازم نعرف الاول الاسيات وبعد كده ان شاء الله هنبدأ نعرف المهارات المتقدمة همسح الجزء ده اهو بعد ما مسحته خلصت عزلت الخلفية اهو اقدر اسحبها بضغط كليك شمال بالموس واسحب بس اتأكد ان القفل موجود لو موجود مش هيتسهب معايا لازم طبعا اشيل القفل دي كانت طريقة مسح جزء من التصميم او الصورة عشان اعمل عزل للخلفية واستخدمها في اي تصميم تاني انا عايزه تعالوا نشوف الجزء التاني ايه الجزء اللي بعده وهو استخدام الانماط على الطبقات طيب ازاي باستخدم النمط او الستايل على اي طبقة موجودة قدامي التصميم اللي انا عملته اهو وعزلته عملته زي لوجو كده وهختار فايل واوبن واختار التصميم مولياكن داو اهو اتضاف فتحته على تصميم تاني يعني ده ده الواحده وده الواحده طيب هاجي للتصميم الاولين اللي انا فرخته هسحبه بكليك باختار الادات المفتول اختارها في باسحبها بكليك شمال وانا ضاغط وافضل هنا اول ما تفتح معايا الصور افضل ضاغط بالموس واسيب ايدي من على الموس هتضاف الصورة فوق الصورة التانية وقدر اتحكم فيها زي ما انا عايز هقدر اصغر الحجم بتاع الصورة او اعدل في الاعداد بتاعها بكنترول وتيم الكيبورد واصغر وانا دايس شفت عشان الابعاد تبقى متساوية او لو انا عايز ابعاد معينة وهسحبها وليكن هخليها في الجزء مثلا هنا زي لوجو كده او شعر وقوله صح عشان يطبق معايا التصميم وبعد كده اقدر اتحكم فيها برضو لو ضغط على دابل كليك شمال بيجي لي الجزء الخاص باللاير اقدر اعمل اي ستيلات موجودة معايا هنا اضيف لها اي تأسيل زي ما انت شايفين اي حاجة بعملها بتتأثر معايا وبتتعدل في التصميم اللي قدامي على طول استروك لو عايز اعمل اطار وهنا الشادو والجلو وهكذا اقدر اعدل فيه زي ما انا عايز واقدر اغير فيه وهجربهم واحدة واحدة لغاية ملاقي الشكل المتزبط معايا وهزبط عليه تمام خلصت هقول له اوكي وبعد كده اقدر اتحكم زي ما انا عايز اللي هي ارأيه كل حاجة الافكتات الموجودة معايا هنا ظهرة موجودة او اقدر اخفيها واقدر اصيبها ظهرة زي ما هي عادي ومن الف اكس هضغط عليها تاني واختار الجزء اللي انا عايزه دي الحاجات المتضافة معايا لو عايز اضيف بلندينج اوبشنز تاني زي ما قلنا بنفس الطريقة تمام عايز اضيف نص باضغط على اداة الكتابة اختصر على حرف التيم الكيبورد وهاجي اسحب هنا واكتب الجزء اللي انا عايزه وليكن اهرامات الجيزة واحددها واغير الخط بتاعي اكبره او اصفره على حسب التصميم اللي انا عايزه واغيرنا الخط من هنا واقدر اغير فيه اللون والمحاذاة واختار الخط اللي انا عايزه والتنسيق اللي انا عايزه في النص وهاجيب اداة الموفطول زي ما قلنا كل حاجة بتنزل في لاير زي ما انت شايفين اقدر اتحكم فيها لوحدها واعمل لها خصائص زي ما انا عايز اسحبها وخليها هنا وليكن اقدر اتحكم فيها زي ما احنا شايفين واعمل لها الانماط اللي انا عايزها والستيلات اقدر بعد كده اضغط على اللاير دي او دي او دي كل حاجة نزلة في لاير لوحدها زي ما انت شايفين اتحكم فيها الوحدي من غير ما اتأثر على الطبقة اتلغيرها هلي انا عايز اعمل تأثيرات برضو على النص اللي انا عملته اهو بغير واجرب لغاية ملاقي التصميم اللي انا عايزه هو التصميم الاساسي واجرب المعاينة بتظهر على طول قدامي في النص تمام كده بعد كده بضغط اقدر كمان اخلي درجة الشفافية بتاعتها اقل شوية اقللها او ازودها اتحكم فيها من هنا زي ما احنا قلنا وبرضو التعبئة من هنا بعد كده هضغط اوكي زي ما انت شايفين سبتلي الجزء الخاص بالنص النص اللي انا كتبته على التصميم بعد كده اقدر اغير زي ما انت شايفين التصميم النهائي طلع معي بالشكل ده اقدر اتحكم في اللير كل اللير لوحديها واضف لها الفكتات اللي انا عايزها على حدة من غير ما اتأثر على اي طبقة تانية هحددهم وادمجهم مع بعض دمجة التصميم لوحديه اهو بحيث انه يبقى الطبقتين دول مع بعض اهو زي ما انت شايفين في طبقة واحدة واسميها قادرة سميها اي اسم انا عايزه ممكن ادمج الطبقات كلها لو خلصت التصميم مش هعدل تاني بضغط على كاترل وشفت وحرف الاي من الكيبورد بيدمج للتصميمات او الليرات كلها مع بعض في لير واحدة دي كانت الاوامر مستخدمة مع الطبقات ليرز تعالوا نشوف الجزء اللي بعده هيتكلم على ايه الجزء اللي بعده وهو الفلاتر الفلاتر عبارة عن ايه؟ الفلاتر دي عبارة عن انا وليكن عندي عندي تصميم عايز اعدل عليه عايز اضيف اضيف له فلتر معين عايز اضيف له مثلا تأثير كأنه مرسوم او صورة عايز اعمل لها اي تعديل الفلترات دي موجودة في البرنامج نفسه واقدر انزل فلاتر اضافية من على النت يبقى هي اضافات افتراضية موجودة داخل فتشوب تضيف تأثيرات جمالية على التصميم تعطي لها مظهر مختلف كما يمكن اضافة فلاتر زي ما قلنا ما اقدر اضيفها وانزلها من على الانترنت طيب ايه مميزات الفلاتر؟ بتستخدم زي ما قلنا مع الرسم والتصوير والتلوين لو انا عايز ارسم او عندي تصميم عايز استخدمه اعمله كأنه لوحة فنية او رسم بستخدم له فلتر خاص بالكلام ده كل فلتر زي ما احنا هنشوف بعد كده في الجزء العملي فيه فلاتر كتيرة جدا هنشوفها بتستخدم فيه تنعيم الصورة واقدر اناقص الشرب او الحدة بتاعتها واللي يكون عندي صورة حد قوي بقدر اخف وانعامها شوية بتستخدم لاضافة لون او نسيج او تصليل للصورة برضو بستخدمها في تعديل الوان الصورة واخر حاجة بستخدمها للتحكم في وضوح زي ما قلنا درجة الصورة لو عند الصورة مش واضحة قوي او عايز اعمل لها تفصيل او خليها اكتر شرب اكتر بعمل لها فلتر معين تعالوا نشوف ازاي بضيف فلتر للصورة من فلتر قيمة فلتر بضغط عليها باختار منها فلتر جالري او كل دي فلاتر موجودة معي اهي اقدر اتحكم فيها بضغط على فلتر جالري بيظهر لي الشكل ده معرض اهو وليكن انها مرسومة بألوان مائة او بألوان مائية زي ما انتم شايفين اقدر اغير في البراش بتاعتها تفاصيل والشادو زي ما انتم شايفين بيتغير لي قدامي في المعينة بتظهر اهو اقدر اغير كمان الجزء خليه مثلا وليكن الفلتر ده كأنه بلاستيك مرسوم على حاجة بلاستيك اهو كل دي فلاتر اقدر اجربها على حسب ما انا محتاج وعلى حسب التصميم اللي انا عايز اعمله وبعد كده بضغط اوكي بيتطبق على التصميم اللي انا عملته دي الفلاتر طيب اقدر اعدل في اي فلتر برضو تاني واضيف فلاتر والجزء اللي هنا لو عايز ارجع عن الفلتر اللي انا عملته بجيب الهيستوري او اللوحة الخاصة بالهيستوري واقدر ارجع عن التعديل زي ما انتم شايفين اللي انا عملته اقدر اجيب من فلتر برضو لو اخترت بلور اقدر اعمل زي تاني او تغبيش كده على الصورة اقدر لو من اخترت البوكس بلور او الموشن بلور كل دي نجربها ونشوف هتعمل ايه اهو عملي كأنه يعني الصورة مهزوزة شوية او متصورة بسرعة اقدر اصغر المعينة من هنا واقدر اغير ازودها او اقللها زي ما انتم شايفين على حسب انا عايز اعمل ايه في التصميم اقدر اتحكم فيها عن طريق الفلاتر دي زي ما انتم شايفين بتغيرلي في التصميم بصورة سريعة وبعد كده لو درست اوكي هيتطبق معي او لغيب هيتطبق بعد كده اقدر اغير برضو من الفلاتر عندي فلتر اللي هو نويز اللي هو عايز اضيف نويز عايز اضيف تشويش من هنا زي ما انتم شايفين الصورة بقت اكتر حدة شوية او يعني فيها نويز اقدر اقل الكمية ازودها وهكذا زي ما انا عايز عايز اتطبق بقول له اوكي عايز اغير برضو النيز من هنا واقول له لو عايز اقللها واغير فيها من هنا عادي والشارب او الحدة بتاعتها اقدر اتحكم فيها زي ما اعايز والطول وهكذا واقول له اوكي هيتطبق معي اللي انا عملته كل دي فلاتر طبعا البرامج في فلاتر كتير جدا واقدر اجرب الفلاتر اللي انا عايزها او انزل وليكن عندي فلتر اقدر اجيبه منعنت واجرب الفلاتر المعينة وليكن عايز اعمل فلتر خاص بالتصوير عايز اعمل فلتر خاص بالتلوين الرسم اي تصميم فني اقدر اعمله بالجزء اللي انا عايزه تعالوا نشوف الجزء اللي بعده زي ما قولنا الفلاتر تعالوا نشوف الجزء اللي بعده هيتكلم على ايه الجزء اللي بعده ازاي اضيف اطار للصورة تعالوا نشوف باضيف اطار للصورة ازاي من قيمة edit وليكن التصميم اللي قدامي ده هاختار منه طبعا الأدى مش موجودة stroke اللي هي اللي أنا هجيب بيها الإطار طيب ليه مش موجودة عشان أنا هندي رمز القفل هنا موجود عايز أشيله زي ما قلنا لازم أشيل رمز القفل عشان أقدر تحكم في الصورة بضغط عليه double click شمال ضغطتين شمال بالموز اتشال معايا رمز القفل كده اللي يربقت حرة أقدر أتحكم فيها ظهرت معايا ال stroke بقت موجودة أقدر أضغط عليها وأقدر أختار ال width العرض عرض الإطار أكبر الإطار أخليه صغير وهكذا على حسب أنا عايز أعمل إيه وهخلي لون الإطار وليكن لون أقدر بني اسود وبعد كده أخلي الإطار يأم في الداخل أو الخارج أو في المنتصف وهكذا وأقول له أوكي رسم لي إطار للصورة زي ما أنتم شايفين أقدر أعمل بيها أستخدمها في اللوحات الفنية أو أعمل براويز يبقى عارفنا إزاي بضيف إطار للصورة بضغط من قيمة edit وأقول له stroke طبعا لو مظهرتش معنا أنا قصدت أظهرها لكو كده عشان إيه؟ عشان لو مظهرتش معايا أعرف من layer أو الطبقة اللي موجودة عندي اللي هي background هنا مش موجود فيها التحكم بشير رمز القفل بمجرد ما شلت رمز القفل أقدر أتحكم في الصورة وستروك تظهر معايا وأقدر أغير في الإطار بتاع الصورة زي ما أنا أعاوز تعالوا نشوف الجزء اللي بعده الجزء اللي بعده إزاي بيتم التعامل مع الصور قدامي الصورة أو تصميم ده من قيمة file هقول له open أو control و home الكيبورد وهختار أي تصميم مثلا عايزة أعمل فيه تعديلات شوية وليكن التصميم ده أو الصورة دي أهو عايز أتحكم فيها وليكن هجيب أداة التحديد من هنا مثلا وحدد أهو حددت التصميم من هنا طبعا فيه أكتر من أداة تحديد أقدر ألغي التحديد من select و دي select أو control أو catered و دي من الكيبورد طبعا الأخصارات دي نحفظها هتبقى أسرع وإحنا شغالين هتلاقي إيدي أسرع طبعا وهتوفر معي وقت كتير جدا وليكن عايز أعمل أي جزء أو تعديل في الصورة اللي قدامي دي من filter وهقوله render وهجي عند lens flare عايز أضيف زي lens كده أو شعاع شمس عايز أضيفه في الجزء ده أهو بسحب لغاية ما تظهر معي وليكن عايزه يجي من الجزء اللي فوق ده وأقدر أتحكم في الحدة بتاعته وأقوله أوكي زي ما انتوا شايفين ظهر معي وضف للصورة هنا lens flare أهو ده طبعا بممكن يغير في الصورة شوية لو أنا عايز أضيف تأثير جمالي في الصورة من filter وزي ما قلنا من render و lens flare طيب اللي بعده filter واختار pixelate واختار منها الفيسيت أهو عملي زي ما انتوا شايفين التصميم غيره شوية خلى يعني مرسوم شوية بس درجة أخف من filter برضو وال distort أهو وأقدر برضو أجرب filter تاني وليكن filter ده وأقدر أتحكم فيه برضو زي ما انتوا شايفين أي filter أجرب الفلاتر لغاية ما لقي الفلتر المناسب معي وأطبقه في التصميم زي ما احنا شايفين وقلنا ان الفلاتر بتعمل ايه فايدتها بتضيف تأثير جمالي على النص أو الصورة ككل أو التصميم أجرب الفلاتر ونشوف أقدر أضيف شعاع أو أشعة شمس أو أضيف أي تأثير في التصميم تعالوا نشوف الجزء اللي بعده هيتكلم معنا علي الجزء اللي بعده إزاي بيتم تركيب الصور نركز مع بعض شوية بقى في الجزء ده قدامي التصميم ده أو الصورة دي هاجي من file وأقول له open وأختار مثلا صورة وليكن أي صورة لصورة الطيارة مثلا وليكن الطيارة دي أهو وأقول له open الصورة هتتفتح في تصميم تاني جديد طيب هعمل إيه بقى أنا عايز أعزل الصورة دي عايز أخلي الطيارة لوحديها يعني أو تبقى فيها شفافية شوية هختار أداة الممحلة إحنا خدناها واختار ماجيك اللي هي الأداة الأخيرة أهو أداة الأستيكا وامسح هضغط عليها من هنا هو بيمسح لي الألوان المتشابهة زي ما قلنا مع بعض أو الدرجات اللونية المتشابهة بيمسحها زي ما أنتو شايفين وطبعا أو أنا شغال أشتغل على مهلي في طالما لسه ببدأ في البرنامج لو أنا بقعد كده بقيت محترف فيه طرق تانية هناخدها إن شاء الله بعد ما ناخد نازل نبدأ مع بعض الطرق البسيطة الأول وبعد كده إن شاء الله هنتقدم فيه الدروس هنمسح عادي أهو طبعا فيه طرق كتيرة للتحديد أو عايز أعزل جزء معين زي أهمهم طبعا أداة المحترفين اللي هي أداة البين تول بس هنيجع وقتها إن شاء الله هجيب أداة الموف تول اخسرها الفي من الكيبورد وهسحب الطيارة هنا هوا أضغط كليك شمال وأفضل ضاغط وأسحب واجه هنا وقوم سايب إيدي من عموس الضافة للتصميم اللي أنا عامله الأول طيب الصورة طبعا مش طبيعية شوية فهحاول أقلل حجم الطيارة أو يعني بما تتناسب مع الصورة احنا بناخد كمثال وهضغط كنترول و تي عشان يجب لي الأبعاد أو الفري ترانسفورم أحدد تحديد حر للطبقة دي نازلة في لير لوحدها وليكن هخليها هنا وأقدر أصغر تاني عشان تبقى مناسبة شوية للصورة وليكن وهقول له تصميم تمام معايا كده بضغط على صح يبقى بيقبل التصميم طيب عايز أعمل أقلب الطيارة أو أعمل لها روتيت 180 درجة أهو بضغط كليك يمين وأقول له روتيت 180 بيقلبها لي طيب عايز أغير فيها برضو عن طريق الحدود أو النقط اللي موجودة دي أقدر أسحبها ولفها في المكان اللي أنا عايزه طيب هضغط كليك يمين وأقول له روتيت أهو لفها لي هضغط كليك يمين تاني روتيت 180 وهكذا لغاية ما يعدلها لي أو غلط في حاجة زي ما قلنا كونترول وزد بيرجع خطوة الورى فليب بحرزينتل أهو ألب هالي زي ما انتم شايفين الاتجاه بتاعها بغير الاتجاه بتاع الطيارة وأقول له علامة الصح عشان يطبق التصميم كده احنا خدنا ببساطة إزاي بقلب الصورة وزي ما انتم شايفين أقدر أقسم أو أعمل نسخة تاني من الطيارة ضغط على Alt من الكيبورد وأنا ضغط بإيدي الشمال بالموس بضغط Alt وإيدي الشمال بكليك شمال وأسحب وأقلب أعمل نسخة تاني زي ما أنا عايز وأقدر أعدل فيها وأضغط كليك يمين وأقول له Flip Horizontal ألب لي التصميم وعمال لي أقدر أعمل عدد لانهائي من الصور والليارز عايز ألغيها بضغط على X وأقدر أمسحها لو حددتها ضغطت عليها وضغطت على Delete Milky Board بتتحزف معي طيب ده كان الجزء الخاص بالليارز وإزاي بيتم تعديل الصور لو خلصتهم بدمجهم مع بعض زي ما قلنا Control و Shift وحرف الإي بيدمج لي الصور مع بعض طيب إحنا كده أخذنا مع بعض الفلاتر وقلنا إزاي الفلاتر الأهميتها إيه وأقدر أستخدمها في إيه وقلنا برضو إزاي بيتم تركيب أكتر من صورة مع بعض وإزاي بقدر أمسح جزء أنا مش عايزه في صورة معينة وأضيف صورة على صورة وأعمل لها زي تصميم كده نهائي ودمج اللي يرز كلها مع بعض في الآخر عن طريق زي ما قلنا Control و Shift وحرف الإي من الكيبورد طيب تعالوا نشوف الجزء اللي بعده الجزء اللي بعده هو هناخد تدريبات تاني التدريب بيقولي كن بكتابة نص واجعله مجسما قدامي التصميم ده هقوله File و New هعمل تصميم أهو جديد واللي هتكون White وهبدأ أكتب نص هختار أداة الكتابة أهو وهضغط وأسحب واكتب بقى النص اللي أنا عايزه وليكن التعليم التجاري والفندقي وأقدر أضيف نصه عايز بقى أخليه مجسم شوية أو زي ما انت شايفين كل حاجة نزلت في layer أو طبقة لوحديها هحدده هضغط double click شمال الموس وصغر حجم الخط وأغير في التنسيق بتاعه وأقدر أغير اللون بتاعه من هنا زي ما قلنا والمهزة بتاعة النص وأقدر أخليه إذا كان شارب أو غيره وأقدر أتحكم في الجزء الخاص بالstrip أهو وأقدر أغير زي ما انت شايفين أتحكم في الجزء الخاص طيب لو جبت الأداة الموف طول أقدر أتحكم فيها أهو وأسحب وخلي النص وليكن هنا أتحكم فيه وأقدر أغير أضغط على layer وأقول له أهو أخليه هضغط على وهاقول له طيب بعد ما ضغط طيب عملت الخطوة دي نركز مع بعض في الخطوات بعد كده هقول له edit واختار free transform أو اختصارها وحرف T زي ما انت شايفين هسحب كده لتحت واختار أهو الأداة اللي هي وبعد ما ضغطت عليها أو زي ما انت شايفين عمل لي النص مجسم أو ثلاثي الأبعاد وهضغط على صح اتطبق معي النص زي ما انت شايفين بقى كأنه مجسم معي طيب بعد كده عايز أدمج الطبقتين مع بعض بضغط على Ctrl و Shift و حرف E بيدمجهم لي في تصميم نهائي زي ما احنا قلنا ازاي بتصميمه طيب تعالوا نشوف التدريب اللي بعده التدريب المطلوب كتابة النص على شكل دائرة عايز اعمل نص بقى واعمله على شكل دائري او شكل مستطيل و هكذا تعالوا نشوف هنعمل المطلوب ده ازاي بنفايل وهقول له نيو وبعد كده هاختار كده هاختار و هاختار و هاختار الاداة اللي هي دي هدي التحديد و هرسم دايرة هسحب و انا اضغط على شفت عشان يرسم هالي زي ما انت شايفين بشكل منظم او شكل منتظم زي ما انت شايفين اهو هاختار اللوحة اللي هي بس اللي هي المسارات و هضغط على الاداة دي اهي ضغطت عليها بعد كده هاختار اداة الكتابة و هسحب كده على الخط او هضغط على الخط اللي انا رسمت او الدايرة اللي انا رسمتها و هكتب بقى زي ما انت شايفين النص اللي انا عايزه ولكن الصف الثالث التجاري و الفندوقي مثلا هيظهر معايا زي ما انت شايفين النص على شكل دائري و اقدر اتحكم فيه النص زي ما انا عايز و اقدر اضغط كنترول و اي عشان يحدد النص كله و اصغر او اكبر حجم الخط على حسب ما انا عايز و اقدر اغير فيه اللون و المحاذاة كل دي تنسيقات زي ما انا عايزها اخليها فيه الشكل كامل و ليكن الشكل ده اقول له تمام زي ما انت شايفين النص تكتب فيه شكل دائري تمام تعالوا نشوف المطلوب اللي بعده المطلوب اللي بعده بيقول لي تفتيح اضاءة صورة يعني انا عندي صورة الوانها و ليكن بايزة او غامقة شوية عايزة فتح الاضاءة بتاعتها تعالوا نشوف حاملها ازاي تعالوا نشوف صورة نطبق عليها الكلام ده من فايل و هقول له اوبن نختار صورة مثلا الصورة دي الصورة دي فيها اجزاء زي ما انت شايفين فيه شادو كتير جدا او ظلمة عايز افتحه شوية من image و هقول له adjustments اهو واختار منه exposure اهو وابدأ اتحكم اهو هنا افتح شوية اهو الصورة بقت ظاهرة معي شوية واقول له اوكي زي ما انت شايفين الصورة بقت ظاهرة معي اكتر من الاول تمام تعالوا نشوف التدريب اللي بعده التدريب اللي بعده المطلوب تعديل الوان صورة احنا عدلنا الاضاءة بتاع الصورة تعالوا نشوف ازاي بعدل فيه الوان الصورة هناخد نفس الصورة مثلا وليكن واختار الاداة او القيمة image واختار adjustments اهو واختار منها color balance توازن الالوان وهبدأ اعدل فيه الدرجة اللونية اللي انا عايزها وليكن اخليه ميل شوية لحد سيان او ال red او الماجنتا او ال green زي ما انا عايز اعدل فيه درجات الصورة ال yellow او ال blue او ال blue وضبطة باضغط او كي عشان تتطبق معي فيه design عايز برضو اعمل درجة color mixer بيفتح لي برضو جزء خاص بالوان زي ما انت شايفين اهو لو عايز الكانال اللونية اللي احمر باعدل فيه ال green وال blue وليكن ال green باجي عند الاحمر اهو برضو اتحكم فيه او غيره وهقول له اوكي برضو من image وهقول له adjustments وبعد كده اختار منه ال color look up كل دي مجموعات اقدر اغير فيها من شكل الصورة او الالوان بتاع الصورة واقدر اضيف اجزاء لو انا عندي موجود color look up موجودة عندي في التصميم او في البرنامج على حسب اصدار البرنامج لو نازل معاه او مش نازل معاه يبقى احنا خدنا الجزء الخاص بزي ما قلنا ازاي باعدل صورة ازاي بفتح اضاءة صورة ازاي بغير في shadow او highlights بتاع الصورة ازاي بغير في الوان الصورة وليكن عايز اخليها ميلة نحية الازرق ميلة نحية الاصفر فيها لون احمر اكتر عايز اقلله عايز ازود درجة لونية عايز اعمل توازن لوني في الصورة اقدر اتحكم فيها زي ما احنا شايفين وقلنا بعملها ازاي تعالوا نشوف الجزء اللي بعده بيتكلم على ايه هنبدأ ناخد شوية تدريبات بقى عشان نطبق عملي اكتر على البرنامج ونشوف ازاي بطبق او بوظف الحاجات اللي انا خدتها دي في صورة تدريبات اقدر احلها واصممها زي ما انا عاوز التدريب الاول بيقولي كن بتصميم عمل دعائي لأحد محلات الاهزير ريضية للعرض على السوشيال ميديا تعالوا نشوف بعمل التصميم ده ازاي نركز مع بعض بقى عشان هنطبق عملي باذن الله من فايل وينيو او اختصارها كاتر وين هعمل ديزاين جديد وليكن العرض والطول 1080 وهيخلي الكلر مود مثلا الارجي بيو الوايت هنا البيجروند وايت وهيخلي اسم التصميم وليكن هسميه باسم ديزاين ون وهقول له اوكي بعد كده بعد بعملت المساحة اللي هعمل عليها التصميم بتاعي اجيب بعد كده الشيبس اللي تحت دي الاشكال وهارسم ريكتانجل تول اهو هاجي عند الحواف بتاعتها او الزوايا وهضغط واسحب بكليك شمال لغاية الاخر طبعا رسم لي الريكتانجل باللون الاسود هضغط على ده الجزء هنا ضغطتين شمال وهغير اللون لللون الابيض وهقول له اوكي انا بعمل التصميم مع بعض اهو وياريت نركز مع بعضه ونطبق بإذن الله خطوة بخطوة لغاية ما يطلع معنا ومن فايل هقول له بليس انا عملت التصميم الخلفية اللي هشتغل عليها هضيف بقى الصورة التانية اللي عليها صورة الكوتشي او الحزاء اللي انا هضيفه من فايل وبليس وهاختار انا اكون منزله من عندي او عامله او مصوره اهو وليكن التصميم ده اللي عايز اعمل عليه التصميم البوستر وهضغط كليك يمين واقول له ريتيت مثلا او فليب هورزينتل اهو هعمله ليبه مثلا للشكل ده وهاجي عند النقطة دي اللي في النص وهحودها شوية كده وهقلل شوية هضغط كونتور وزاد هضغط شفت وانا ضغط على شفت بسحب برضو عشان تبقى الابعاد متوازنة وليكن هخليه حجمه هلفه شوية اغير فيه لغاية ما يبقى التنسيق معايا متناسب ومتناسب للتصميم اللي انا عايز اعمله وليكن بالشكل ده بعد كده هاجي عند الطبقة اللي فيها ريكتانجل هضغط كليك يمين واقول له هعمل تكرار للليير دي هقول له اوكي عملت تكرار ليه اهو وبعد كده هاجي عند الليير اهي اللي انا عملته هضغط هغير لون هضغط عليها زي ما انت شايفين واختار اللون بالقطارة هختار اللون اللون الكوتشي ده اللون اللي هو الازرق واقول له اوكي طبعا انا لسه بعمل التصميم هزبط بقى الالوان عشان كده مش باينة شوية او مش حلوة هغير فيها هاجي عند الاداء اللي هي بين طول واختصارها بيه الكيبورد وهاجي هنا واضغط نقطة اضغط تقطة وهنا عند الحد ده وهضغط وهاجي هنا واضغط زي ما انت شايفين الصهالي الجزء ده اصلي الجزء ده بقى لونه ابيض وجزء اللي تحت بقى لونه ازرق طيب هاجيب اداة المفتول وحرك شوية مثلا كده او تمام زي ما انت شايفين التصميم طليع معي بالشكل ده لسه ما عملتش فيه برضو الجزء اللي انا عايز اضيفه طيب هبدأ بقى اعمل شادو هنا او ضل للكوتشي هضيفه ازاي هاجيب اداة الرسم هي وهختار منها الاداة دي وهسحب بالموس كده وليكن الضلة هيبقى بالمنظر ده بس طبعا لسه هعدل فيه حتى اضيف اغير اللون طبعا هخليه من هنا واختار اللون ده لسود طبعا لسه مش ظاهر عندي بعد كده هغير في الشكل بتاعه واغير اعمله بلور وجاشين بلور من هنا وبضغط عليها واقول له اوكي بعدتل فيها اخلي اخلي ريديز بتاعتها وليكن مثلا خمستاشر ونص اهو زي ما انت شايفين بقى فيه شادو او ضل للكوتشي موجود معي او الضل التصميم اقدر اتحكم فيه برضو لسه مش متزبط هزبطه اكتر هضغط كنترول و تي عشان اعمله تحديد وبعد كده هختار كليك مينو ودستورد وهسحب من هنا تحكم فيها وزي ما انت شايفين لفوق عشان اخلي مثلا الجزء ده مرفوع لفوق شوية وهنزل الجزء ده هنا اسحبه يبقى مناسب شوية او واقع اكتر تمام كده وبعد كده هضغط اوكي او علامة الصح عشان اعدل فيه التصميم وبعد كده زي ما انت شايفين عملي ضل للكوتشي اقدر اغير فيه او اضيف بقى هنا بقى النص او الجزء الخاص اللي انا عايز اضيفه او العرض اللي انا هعمله في الاعلان هضغط على اداة الكتابة وهسحب كده وهكتب هنا مثلا الجزء اللي انا عايز اكتبه في التصميم او البوستر واختار الخط اللي انا عايزه وليكن هكتب النص اللي عندي اللي انا عايز اضيفه اهو تمام وبعد كده اقدر اتحكم في حجم الخط لو الحجم مش مناسب اصغر اكبر واغير لونه كل دي تنسيقات وليكن كده بسوبر وهضغط صح بعد كده هجيب اداة الموف طول و احرك الطبقة اللي فيها دي او اضغط على قلط وانسخ نسخة تانية منها واسحب لتحت زي ما انتم شايفين عمل نسخة تانية منها وانا ضغط قلط واسحب بكليك شمال بالموز طيب اتحكم في دي بقى هكتب منها هنا برضو اخلي ديف لير وديف لير لوحدية زي ما انتم شايفين عشان اتحكم في كل واحدة لوحدها واخليها ديها الوان او اشكال زي ما انا عايز براحتي او ليرات ستايلات عندي وليكن كتبت هنا مثلا سوبر سيل هخليها اكبر حجم الخط بتاعها شوية حسب الغرض من الاعلان وهخلي السيل باللون البرتقاني وهقول له اوكي واضغط على صح يعني زي ما تشايفين التصميم بقى يعني شكله حلو شوية عن الاول اهو وقدر اهرقه واتحكم فيه طيب عايز اضيف جملة هنا تحت مسلا برضو او يعني عنوان مسلا هاسحب برضو نسخة تانية من من اللير دي اهي اللي هي الاولانية اللي انا عملتها بضغط عليها لو ما تسحبتش معي واضغط على alt ميلكي بورد واسحب بكليك شمال لتحت وانا ضغط كليك شمال وبعد جدا هاضغط اهو عليها اجيب اداة الكتابة واضغط عليها عشان اكتب الجملة اللي انا عايز اكتبها هنا مثلا اه والي اكون اصغر حجم الخط شوية والي اكون هاخليه اه عشرين وهكتب سبورت شوز واقدر احددها باضغط كنترول واي اه او باضغط دابل كليك شمال بالماوس اه اه اخير في حجم الخط لغاية ما يبقى متناسب شوية وهقلل المساحة بتاع النص وليكن الجزء ده واقدر اتحكم في الجزء او تباعد الحروف من هنا اختار التباعد اللي انا عايزه لغاية ما النص يبقى متزبط معي وليكن زي ما احنا شايفين هقدر اقلل او اصغر فيه لغاية ما يبقى متناسب معي شوية في الديزاين بس زي ما اتشوفين لازم احدد النص اللي انا هعمله اهو همسا حفوز اللي بظاهر معي زيادة ده احدد النص هقلل واصغر طبعا مش متطبق لازم نتأكد ان احنا محددين النص اي تنسيق بعمله لازم احدد النص عشان يطبق معي زي كنت هغير اللون هغير الحجم هغير اي تنسيق او تعديل في النص لازم اتأكد ان انا محدد النص اللي انا عايز اعمله تعديل وليكن هخليه مسلا بالحجم او تباعد الدرجة دي مسلا وهقول له صح طلع معي بالمنظر ده هجيب كنترول و تي باداة التحديد الحر وهسحب تاني او هرجع وافضل ازبط فيها لغاية ما تتزبط معي بالشكل اللي هو اللي انا شايفه بعيني كويس تمام اهو بضغط دابل كليك وحدد النص كله او كنترول و ايه وهخليه مثلا تلتمية وسبعين وكده اتزبط معي طيب اقدر اجيب اداة المفطول واخليه في الشكل ده مثلا ازبط تنسيق بتاعه طيب عايز اضيف بقى هنا زي ما تشايفين التصميم طلع معي بالشكل ده عايز اضيف بقى جزء هنا او زرار او اي جزء نص تاني هاجيب الاداة اللي هي around rectangle tool وهاضغط واسحب كده بكليك شمال وهضيف الجزء اللي انا عايز اضيفه هنا في التصميم اللي انا عايزه وهاختار اللون هخلي لون الضرار بتاعي هخليه درجة وليكن الدرجة البرتقاني زي ما انت شايفين اهو اقدر اغير اللون اللي انا عايزه والدرجة اللي انا عايز اعملها وهكتب هنا مثلا تسوق او يعني shop now مثلا اهو هقدر اكتب النص اللي انا عايز اعمله وبعد كده اتحكم في حجم النص او حجم الضرار اللي انا ضيفه او الشكل باضغط عليه double click وبعد كده هخليه ما ليكن مثلا 28 او حسب الحجم التاعي وليكن هخليه 25 او 20 لغاية ما يبقى متناسب معي في design تمام وهعمله التباعد اللي انا عايزه اعمله ما بين الاحرف هخليه على المتين مثلا وهجيب اداة الموف طول وهحركه واسحبه الى الانتصف اهو وبالاتجاهات بتاع الاسهم في الكيبورد لغاية ما تبقى مظبوطة معي في الشكل طيب دلوقت انا اضيفت الجزء ده عايز اضيف ستايلات لللاير دي هضغط عليها ضغطتين click شمال وهعمله drop shadow واقدر اعمله stroke واقدر اضيف اي ستايلات عندي وبعد ما اضيف الستايلات هقوله اوكي زي ما انتوا شايفين غير لي فيه الشكل بتاع النص بقى مجسم شوية طفت ال design زي ما انتوا شايفين عايز اضيف جزء خاص بالنص برضو السيل دي هعمل لها شوية تأثيرات برضو اهو وبعد كده هقوله اوكي اتعدلت معي وبعد كده هجيب اداة التي اللي هي اداة الكتابة وهكتب النص اللي انا عايزه وليكن هكتب العنوان او رقم الموبايل اللي انا عايز اضيفه للنص وبعد كده هكتب الجزء اللي انا عايزه واغير لونه واختار اللون اللي انا عايزه وبعد كده هختار النص اللي انا عايزه اعمله وليكن الرقم الموبايل تمام وبعد كده هقوله صح عشان يطبق التصميم معي واقدر احركه في الجزء اللي انا عايزه لليمين او لليسار زي ما احنا عايزين وبعد كده هضغط هنا وزي ما نشايفين التصميم في صورته النهائية اللي احنا قلناه طيب وبكده نكون خلصنا حلقتنا اتمنى تكونوا استفدتم من حلقتنا النهاردة احنا خدنا مع بعض ازاي راجعنا على حالفات قلنا استخدامات البرنامج باستخدم لإيه وخدنا مع بعض ازاي بعمل الفلاتر وباستخدمها لإيه وازاي بضيف تعديل لوني للصورة وازاي بعمل التصميمات اللي انا عايز اعملها واركب الصور وعدل عليها اتمنى تكونوا استفدتم من حلقتنا النهاردة يليت نطبق مع بعض عملي في الجهاز او في المعمل ونترككم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته